تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من النقاش كروي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم خميس حلقة اليوم من اللي نراقش فيها شي بسيط ربما من نعيشه اللي هي مسألة معلقين كورة القدم وبنت أتكلم عن زاوية واحدة هل هي التخصص أفضل ولا التنوع أفضل يعني هل إنه في معلق إحنا خلاص من نتعود عليه هذا معلق الدور الإيطالي فبصير خبرة كثيرة في الدور الإيطالي بتفاصيل الدور الإيطالي بالفرق المختلفة بالدور الإيطالي فبصير دائما بيحتي لك أفضل الكلام وأفضل المعلومات في المباريات للعب اللي تلعب ضدهم أنت ما بتعرفهم ولا التنوع يعني يروح من هون لهون لهون حيتأثر عليه يعني ما رح يقدر يشرف ويتعود ويعرف لعبة فرق كثيرة أخرى من الأفضل؟ كان عندنا تجارب في الماضي ناجحة جدا في مسألة التخصص يعني مثلا الأستاذ علي سعيد الكعبي أستاذ فهد الهتيبي هذول الاتنين مثلا واحد كان دور إيطالي واحد دور إنجليزي نجحوا جدا بهذا التخصص فهذا التخصص خلاهم كثير عميقين في مسألة التقطيط هذا الدوري في مسألة التعليق على هذا الدوري وفي تجارب أخرى منتع نوعة وأيضا نجحت بنفس الوقت التخصص كثير بدوري معين أولا بيخلق نوع من الملل يعني أنت بتظل تشوف نفس الفرق سنة الثانية بتغير لعب لعبين بكل فريق بصير في نفس اللعيبة كأنك عايش فيهم يعني كأنك عايش بببل هيك فقاعة أنت وياهم مع بعض ودائما بتشوف نفس الفريق فممكن يخلق نوع من الملل من ضعف الشغف فمين الأفضل أنتوا اللي شايفينوا من تجربتكم يعني مين الأفضل اكثر من واجهة بعض الأحيان معلقين بيجوا على مباراة فريق ما بيعرفوش نجم الفريق الثاني اللي هو بيكون مثلا ترتيبه السابع أو الثامن الدوري وبتفاجأ فيه في الملعب زينا يعني فمين الأفضل أنتوا شايفينه التخصص ولا أنه والله التنويع التخصص ولا أنه معلق يظلوا يعلق بس على المباراة الكبيرة وفيه إلو ناس تحته بيعلقوا عن المباراة الصغيرة وفجأة هو بيجي بيظهر فجأة في الديربي أو بيجي فجأة بيظهر في الكلاسيكو وهو معلق والمباراة مثلا بالدوري الإسباني هل هذا منطق ولا لا؟ بدي أسمع تعليقاتكم لأنه أنا فعليا صراحة بهذا الموقف ما عنديش رأيي مش عادة شو الجواب أسمع جوابكم أنتو والسلام عليكم ورحمة الله